موسيقى هياك الله أصدر من دوح مرحبا نستأنف من حيث توقفنا في المرة السابقة ما أخبرتني به حتى الآن وأنه بعد أحداث السيط تقلت أنت في من تقل هذا كان في عام 81 أمضيتم ثلاثة أعوام وأنتم في محاكمات ثم صدر الحكم عليك وحكمت سبعة أعوام لكن يبدو أنه كان فيه لسه كلام يتعلق بالمحاكمة التي كانت تجري نعم المحاكمة كانت تعتبر في الوقت ذات تعتبر من أكبر المحاكمات التي تمت في مصر كان عدد كبير 302 كانت معمولة في أرض المعارض كان عاملين تقريباً 20 أفص موزعين في المتهمين كان على رأسهم رقم واحد دكتور عمر عبد الرحمن وعدد آخرين كنت أنا رقم 44 في القرار الاتهام المحاكمة حصلت فيها حاجات جديرة بالذكر أول حاجة فيها أن أصحاب القضية الأساسية اللي هو مجلس شورة الجماعة صحيح قرار الاتهام كان يحوي أفراد الجماعة وبعض إخوة أو قيادات تنظيم الجهاد تنظيمات مجموعات الجهاد يعني كان فيه تقريباً 6-7 جماعات موجودة في الوقت ذا كانت أكبر مجموعة فيهم لمجموعة الجماعة الإسلامية هل النظام لما كان يحاكمكم كان يدرك الفروق التي بينكم أم كان يعتبركم شيء واحد لا 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 كان يدرك طرعاً لكن هو صغها بشكل إعلامي معين عشان يعني يضع الناس كلهم في وضع مثلاً دول بيكفروا دول بيستحلوا أموال الناس دول بيقتلوا بيعملوا وحطوهم كلهم جاب أفعال مجموعة من الشوئيين أو بتوع التكفير وصغ بيها كل القضايا الإسلامية لكن طبعاً فيه فروق كبيرة جداً بين المجموعات وبعضها وفهرة قلت الشوقيين مجموعة من المجموعة نسبة إلى مين هذه الشوقيين شوق الشيخ واحد اسمه شوق الشيخ كان فكره تكفيري يعني تكفيري بيكفروا الدنيا كلها يعني حتى بيكفروا الجماعات ويكفروا أي حد مش معاهم هذه واحدة من مجموعات الجهاد لا لا ليس من مجموعات الجهاد داري بقول لحضرتك هو جاب أفعالهم دول جاب أفعال الشوقيين وحطاها على الجميع على أفراد الجهاد وأفراد الجماعة والآن بيستخدموها على الإخوان نفس الكلام يعني الإخوان ما حدش قال أبدا أنهم بيستحلوا أموال حد ما حدش قال أبدا أنهم بيكفروا ما حدش قال أبدا أنهم بيقتلوا ما حدش قال أبدا أنهم بيعملوا أعمال العسكري والنظام عارف كده كويس جدا لأن التحقيقات بيبقى عارف كلام الناس بتبقى تحت إيديه وبيعزمه وبيعرف منه كل حاجة غير التحريات وحاجات زي كده عارف ومتأكد لكن بيصيغهم إعلاميا بشكل معين عشان يخلي الناس ما تتعاطفش معاهم وطبعا وتكرههم ده يعني يقينا في كل القضايا اللي احنا بنشوفها المهم كان في مجموعات عدة مجموعات كان أكثرهم مجموعة الجماعة الإسلامية الجماعة الإسلامية قدت الجماعة الإسلامية عملت حاجة ما تعملتش قبل كده وكانت يعني ممكن تبقى أداة إدانة ليهم في المحكمة هم متهمين بأنهم عملوا أحداث قتلوا ومش عارف إيه وقلب نظام الحكم وحاجات زي كده فالمفروض أن أنا بقول لا ما حصلش الكلام ده مني لكن هم قالوا أيوة حصل بس قدموا برراتنا الشرعية عايزين حد يرد عليها شرعا وقف الدكتور عمر عبد الرحمن نتكلم في الأحكمة يعني سرد أدلة الأدلة الشرعية اللي استندت إليها الجماعة في عملها وقدموا أبحاث حكم الطائفة الممتنعة عن تطبيق شريعة من شرع الإسلام وقالوا عايزين ردود شرعية عليها الردود الشرعية اللي عليها إذا كان فيه شرع يقول لا اللي احنا عملناه ده خطأ فإحنا يعني نلتزم بالشرع إن ما كانش فيه شرع يقول كده أحنا على حقه والمفروض أن احنا لا نحاكم أساسا والمفروض أن احنا لا يكون مكاننا هذا قدمت للغاضي كان من أكبر قضاء اللي موجودين ساعتها في مصر اسمه الله يرحبه المستشار عبدالغفار محمد كان قاضي كبير جدا درس القضية وقعدنا بقى فيها فترة طلبوا طبعا شهادات الإخوة في القضية طلبوا شهادات المشايخ الكبار طلبوا الشيخ الأزهر رفض أنه يجي اعتذر طلبوا شهادات الشيخ صلاح أبو اسماعيل جه شهد وأيادهم وقف معهم طلبوا شهادات الشيخ الغزالي جه أيادهم وقف معهم طلبوا شهادات يعني أنا لا أتذكر وقف مع مين وقف مع الجماعة أو مع الجماعة آه وقف مع الجماعة يعني وقال أن يعني يعني هما كانوا هدولا شهود دفاع نعم قالوا دول شرعيين احنا نطلب شيخ الأزهر يجي يناقش فكرنا شرعا يقول أنتم مخطئين شرعا في كذا وفي كذا وفي كذا ونطلب هؤلاء يقيموا دول هؤلاء علماء معروفين في الواقع المصر جدا وكبار جدا يجي يقيموا كلام ده ويقولوا أننا أخطأنا في كذا فشهدوا للجماعة لم يشهدوا عليها المقدة كان لها أثر على الحكم بعد كذا في الحيسيات الحكم القاضي لما حكم دي كانت جزئية كبيرة يعني مهمة أنها تذكر في المحاكمة طيب الآن صلاح أبو إسماعيل رحمة الله عليه والشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه يعني شهدوا بأن ما عليه الجماعة لم يكن خطأا نعم هكذا شهدوا نعم طلبوا الشيخ علي جريشة الشيخ علي جريشة بعت شهادته مكتوبة كان هو في السعودية ساعتها لم يأتي رحمه الله الشيخ يعني عايزة تذكر الشيخ الغزالي كان في القضية التانية بتاعت رفعة المحجوب ولا في القضية دي بتاعتها أنا أذكر أنه كمان كان في قضية فودة بعدين أيها في قضية فرج فودة قضية فرج فودة وشاهد مع المتهمين صحيح نعم يعني ممكن يكون التبس علي الأمر في أنه كان معنا في القضية الأولانية أو في القضية الشيخ محمد الغزالي المشهور عنه في قضية فرج فودة وهو اعتبر أن ما قام به هؤلاء هو بسبب سياسات النظام أو حاجة من هذا القبيل أو شيء هو قال أنه ده حكمه ده مرتد ويجب قتله فرج فودة في الوقت ده لكن هؤلاء الشباب لا يجوز ليهم أنهم يعملوا حاجة زي كده يعني لكن هو حكمه الشرع أنه هو يقتل يعني لأنه كان بيحارب الإسلام ومعارض للإسلام مش بوجهة نظر لا ده كان بيحارب حرب يعني في الوقت ده المهم يعني عايز أتذكر من المشايخ التانية اللي كانوا غير الشيخ صلاح أبو اسماعيل يعني مش متذكر كويس يعني المهم أن كانت الحيسيات بتاعت الحكم بعد كده قال أنهم قدموا الأدلة الشرعية بتاعتهم ولم يرد عليهم أحد يخطئهم بل أن المشايخ اللي جم شهدوا لهم فهذه غاية النبيلة ولكني ملتزم بالقانون الوضعي اللي موجود فلم يحكم عليهم بالإعدام يعني حكم بقى بأحكام ناس خدت 25 سنة ناس خدت 15 سنة ناس خدت 10 سنين يعني غير الذين قاموا باغتيال السادات لم يعدم أحد نعم رغم أن الجماعة كانت عاملة مجموعة لبس هؤلاء شهداء الجماعة الإسلامية ومرحبا بالإعدام في سليل الله لبسوا الأكفان لبسوا الأكفان يعني ووقفوا في المحكمة المحكمة استمرت 3 سنين فيها عدد ضخم جدا من الأوراق لدرجة أن مستشار عبدالغفار محمد رحمه الله من كتر متابعته حصل انفجار في القرانية وطلعت عالج وأوقفوا المحاكمة شهرين وطلعت عالج بره عشان يعالجوا عينه تاني كان مدقق وكان الرجل ده عجيب جدا كان حافظ كل التلتمية واحدة دول حافظهم بأسرهم بأحوالهم كان بيقعد مش بيعني مش واحد بيقرأ حاجات في ورقه خلاص لأ كان بيدرس الشخصيات قدامه لدرجة أن احنا كنا بنفاجأ إن هو ساعة مايجي يتكلم مثلا أنا جيت لما جيت تقدمت يعني جي دوري عشان في الدفاع عني ليتوا بيتكلم حاجات عن والدي ووالدتي في الجلسة وبعملها مع كتير من الناس وتكلم على حياة الاجتماعية إيه اللي خلاك تمشي في الطريق ده إيه اللي خلاك تمشي في الطريق ده والدك بيستنكر حاجة زي كده إيه اللي يخليك واخد براحة ركا أنه عارف أخبارنا هاي محاكمات كانت علنية؟ كانت للصحفيين طبعا ساعتها في الفترة دي ما كانش حد يقدر يصور غير إعلام الحكومة فقط لكن هي علنية كان حضرة كل الناس لم تغلق أبواب المحاكمة يعني مطلقا إلا في فترة اللي هي ده الحدث الثاني ده اللي أنا أقول لحضرتك حدث كبير أوي حصل إن فيه الأحراز بتاع القضية اتمسك أو قال أمن الدولة إن فيه سلاح اتمسك مع المتهمين تمام؟ ده أحراز بتحرز في القضية دليل إدانة للأسماء اللي اتمسكت معهم هذه الأشياء يحصل إيه؟ تتسرق الأحراز دي تسرقت من المحكمة؟ لا مش من المحكمة من المكان مخزن المحكمة اللي بتحتفظ بيه أيوة اللي بتحتفظ بيه المحكمة تسرقت تسرقت فرحوا جواه جابونا إحنا يحققوا معانا بتوقع من الدولة وما أنتو مزيونين الله أنتو يعني يعني إلس يعني المهم هما في بعضهم عرفوا بعد كده أن هما في بعضهم واحد سرق عشان يبيعها وياخد من وراها فلوس طبعا كان يعني كان شكل يعني سيء جدا جدا أصلا كانوا بيعملوا برضو حاجة ثاني كانوا الزباط يجووا يتكلموا معانا ويعملوا ويسجلوا بجهاز تسجيل صغير ويفضل بقى إيه إزايك وعمل إيه وكلام زي كده وعمل علاقة معاك ويستدرجك في الكلام بحيث أنك أنت تترف على أي حاجة أو يجيب أي حاجة ويستخدمها في التحقيق ويروح يستخدمها مع القاضي فالقاضي طبعا قال الكلام ده بدون إذن ومرضيش يلتفت ليها أساسا وطبعا حذر حراسة المحكمة ساعتها قال لو تم أي فعل زي كده بدون إذني في المكان ده هدخلكم السجن قال لهم كده كان راجل محترم وكان راجل قوي جدا جدا الله يرحمه يعني لهم دي يعني طبعا زي ما قلت لحضرتك كان المحكمة أغلبها كانت كل الكلام اللي فيها إحنا عملنا ولا نستنكر ما فعلناه وهنعمل ونكمل لغاية كانت وجهة نظرنا إن إحنا هنرجع الخلافة الإسلامية والدولة الإسلامية وكنا بنقول كلام ده يعني بمنتهى القوة في المحكمة خلصت المحكمة صدرت أحكام زي ما قلت لحضرتك كان الحيسيات بتاعت الحكم ده كان أكبر يعني شهادة لنا إنه هو قال إن الأدلة الشرعية اللي هم عرضوها لم يرد عليها أحد للآن والغاية النبيلة أنا لا أستطيع أن أحكم عليهم بالإعدام ولكن أنا ملتزم بالقانون الوضعي اللي موجود فأنا حكم علينا بالأحكام اللي حكمها بعد كده بقى طلعت الناس كلها وبقى في السجن الثلثمائة واثنين دول فقط وزي ما قلت لحضرتك فيه قرارين اتهام تاني كانوا أعداد بسيطة كلهم ما يكملوش يعني مئة وعشرين ومئة وخمسين على بعض وطلعت بقى إيه السجون كلها بقى مشت خلاص انفضت بقى تقسمنا على سجنين سجن في ليمان تورا وسجن في استقبال تورا تجمعت بقى كل الناس أصحاب القضية وبدأت مرحلة جديدة في حياتنا انتهت المحاكمة طب هنعمل إيه يعني الناس قاعدة بقى هتقضي وقتها إزاي فكان يعني برضو القرار اللي كان ليأثر كبير علينا جدا اللي هو ان احنا لا يبد ان احنا من لم تقعدة الأساسية من لم تشغله نفسه بالحق شغلته بالباطل فلازم ايه نكتهد بقى ونحصل العلوم الشرعية طبعا الفترة دي الناس كام دكتوراه وحصلوا ما شاء الله يعني علم حفظ القرآن والتفسير والأحاديث البخاري ومسلم وكتب الفقه الأربعة والفقه المخارقة وحاجات يعني كتير بقى كان مسموح لكم بإدخال الكتب اه 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 يعني اغلب الفترات فترة السبع سنين دي كانت جيدة يعني ما كانش فيها مشاكل كان فترة من الفترات كان اللي هو احمد رشدي وزير الداخلية جه في آخر المحاكمة بتاعتنا ميسك اللي هو احمد رشدي لو استمر برضو كان هيبقى عامل كبير جدا جدا في تغيير الاعمال العنف او اعمال التغيير بالقوة لانه انتهج سياسة غريبة خلى الناس كلها عملت عندها صدمة احنا ايش السياسة الغريبة احنا كان قبل كده الناس بتوهان اهلنا بيجوا على زيارة بره بيوهانوا وقف هنا مش عارف ويبقوا ناس كلهم يعني الناس كلهم كبار وناس محترمين وليهم وظائف عالية لكن كانوا يتعاملوا معهم عسكري مش فاهم اي حاجة والزبط بمريض نفسيا يحاول يسلطوا عليهم عشان يهينوا الناس يطلع كل عقده على الناس اه يطلع كل عقده على الناس ده غير اللي بتعامل معنا احنا بقى جاء احمد رشدي قال الكلام ده مرفوض عمل مكان للأهالي بره يععدوا فيه عشان لما يدخلوا يدخل الأهالي في الاول يقعادهم يجيب لهم حاجة غريبة يجيب لهم بقى تشرب ايه تشرب ايه تشرب ايه جيب لهم بقى كل واحد اللي عايز يشرب يعني كأنهم في ضيافة كأنهم في ضيافة تماما فكان رد الفعل الطبيعي بتاع الاهالي طب ما هو يعني شايفين الناس بتعاملكوا ازاي انتوا ليه طب يعني انتوا ليه كده بتعملوا اللي انتوا بتعملوه او اللي انتوا عليه ما هو الناس بتتعامل معاكم باحترام قبل ليه ما طولش في وظيفته ايش اللي حصل شلوه عملوله بقى احداثة الامن المركزي الكبيرة لو تعرف احبتك تمرد بتاع امن المركزي حصل تمرد على مستوى معسكرات الامن المركزي كلها في مصر في وقت واحد يعني عناصر الامن نفسهم تمردوا الامن المركزي دول العساكر اللي موجودين في معسكرات اللي بينفزوا بيهم هم القوة الضاربة اللي بينفزوا بيهم كل حملاتهم في كل مكان في مصر زي قوات تدخل السريع أو حيث آه زي كده اسمهم الأمن المركزي الأمن المركزي ده معسكرات كبيرة موجودة في القاهرة والجيزة اللي حوالين القاهرة اللي هي بتسيطر اللي بتطلع منها كل الحملات اللي بتطلع منها كل الحراسات اللي بتطلع منها يعني كل الحمايات هم دول بتوع الأمن المركزي جنفه في فترة في يوم واحد كده رحوا حصل تمرد في كل المعسكرات دي طبعا كان الأمر سبب بعد كده يعني أنه هو مدبر عشان يشيلوا الراجل ده ويعملوا مشكلة مع الراجل ده فعلا اتشال يعني فيها أيها يعني هم حملوا المسئولية فأقالوه آه أقالوه نعم نعم كانت هو سياسته كانت مع العسكري المظلوم الصغير سياسته كانت بيعمل فكر إصلاح مع المسجونين أو المتهمين أو الخارجين على نظامهم ونظرياتهم وأحكمهم واخد أسلوب جديد كان الأسلوب ده أنا أزدنا لو استمر عليه كان ممكن نجيب نتيجة لكن ده مستحيل حد ينجح في أنه يستمر في حاجة زي كده بلادنا لا يمكن طالما العملاء اللي موجودين اللي بيحكموهم دول اللي بيحكمون دول أعادين لا يمكن يسمحوا باستقرار البلد أو بتقدم البلد أو بتحسن البلد أبدا ما هو السبب أخبام دوح أنه هؤلاء الذين يحكمون يحكمون بالهوى يعني لا في مؤسسات لا في مساءلة لا في محاسبة فهو يعني يجي على باله يعمله هل مشكلة لا وجهة نظري غير كده أن الموضوع مش موضوع اكتهاد شخص إن هو مش عارف يحكم لا ده هو بينف السياسة معينة بتتحطله من بعد ما أساموا العالم الإسلامي من بعد الخلافة الإسلامية أسقطوا الخلافة الإسلامية وأساموا العالم الإسلامي دول وقتها أساموا المرحلة الجديدة دول وقت خلاص العراق هتتعمل كم بلد وسوريا هتتعمل كم بلد والوضع الجديد اللي بيتعمل ده واليمن فيها وليبيا دخل على الوضع بتاعها وإحنا مصر الحمد لله لم تستدرج في أيها بس ما هو يعني معقولة الغربيين بس مشغولين فيه أنه يعامل المساجين معاملة إنسانية ولا لا ليس المسجونين أنا بقول على نظام عمومي مش بتكلم على المسجونين أنا بقول على السياسة في التعامل مع أهل البلد عموما ده جزء منها العكس تعرف أنا من تجربتي مع اتصالاتي مع السياسين غربيين وتعاملي مع الغربيين هم يشعرون بالحرج من الذين يتعاملون معهم في منطقتنا العربية ليه يعني أنهم يخزوا يعني يريد أنهم يتعاملوا شوية بطريقة حضرية اللي لا تعود علينا بأن هؤلاء هم أصدقاؤكم هؤلاء هم الذين تتعاملون معهم يعني كان بودهم لو أنه يتعاملوا بطريقة أفضل من ذلك رب لماذا لم تترك محمد مرسي يكمل؟ لا لا أحدا لماذا لم تترك؟ يا سيد الفاضل الذين تتكلم عنهم هؤلاء ناس محترمين فعلا وناس ليهم يعني عقل وقلب يتعاملوا طبعا كثير من لا أقول أن الغرب كله بيفعل ذلك لكن فيه ماسونية وفيه صهيونية بتدير العالم بشكل موين أنا عندي قناعة أن الدكتور محمد مرسي ما كان الغرب ليتدخل مباشرة لإسقاطه لولا أن هناك في المنطقة من يريد إسقاطه أولا ابتداءا يعني هو التآمر على التحول الديمقراطي في منطقتنا العربية جاء أساسا من النخب التي يضيرها هذا التحول هم كانوا يحرضون يعني مثلا الإمارات السعودية كانوا يبعثوا وفود إلى أمريكا وإلى أوروبا يحرضوا على الإخوان المسلمين يحرضوا على الإسلاميين نعم قد يكون هذا كلام لكن أنا وجهة نظر حضرتك فوق رأسي لكن ما أقتنع به أن الأمر لا يضار بهذا الشكل أن الأمر يضار بشكل أن لا يعود للإسلام قائمة مرة أخرى بعد أن أسقطوها بعد الخلافة الإسلامية فده العنوان الكبير وبتتشاف بعد كده الأمور لكن ليس معنى ذلك أن كثير من السياسي الغربي والأمريكي في كل أنحاء العالم ليس معنى ذلك أنهم كلهم في هذا النطاق وفي هذا العمل لكن منهم محترمين جدا 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 أفاضل ودليل على ذلك ما يفعلون مع كثير من إخواننا الذين هاجروا إلى بلادهم وجلسوا هناك عندهم وأيضا مواقفهم السياسية المعلنة لكن ترامب أتى بعد اختاره كثير من الشعب الأمريكي لما قاله في برنامج أنه سيأخذ فلوس من الخليج دعونا نتكلم في الجزئات دي نخلص جزئاتنا إن شاء الله لو كان فيه إتاحها للكلام هذا قضية تحليلية الناس قد لا تتفق فيها لا قضادة في أن يكون هناك اختلاف في وجهة النظر لكن أنا الذي أخشاه أننا عندما نعتبر أن الغرب هو المسؤول عن كل هذه الأمور معناته لا سبيل للتغيير أنا أعتقد أن الضعف فينا فإذا قوينا سنغير نعم يعني بالأساس لا ده تمام يعني لا نختلف هذه الجزئية لكن عليكم حال نرجع إلى وضعكم في السجن في ذلك الوقت نعم المهم تشال أحمد روش دي طبعا لم يستمر طويلا تشال وتغير وجيما كانوا واحدة أظنها حسن أبو باشا حسن أبو باشا كان برضو كان راجل من المؤسسي جهاز أمن الدولة وكذلك أحمد روش دي يعني من مؤسسي جهاز أمن الدولة في مصر من زمان من أيام السورة أو قبل السورة يعني من زمان جدا كان أعتبر من أعمدة جهاز أمن الدولة تغيرت السياسة وعدت كما كانت يعني بل ازدادت يعني حدة على كثير من الناس عملت له محاولة اغتيال برضو في الوقت ده وإحنا برضو في السجن موجودين مجموعة من المجموعات عملوا محاولة اغتيال لكن أصيب هو فيها ولم من مجموعتكم؟ لا لا ليس من مجموعة تاني طب أنتو لما سجنتم وحكمت عليكم هذه الأحكام إيش صار للجماعة ضل في ناس برة ولا انتهت؟ لا لم تنتهي يعني خرج عدد كان في الأول فيه عدد كبير من الأول لم يقبض عليه ففضل فيه ناس موجودين وبعد كده بعد الثلاث سنين خرجوا قيادات من السجن للناس اللي موجودة برة الذين لم يحكموا آه نعم فيه برضو نقطة مهمة أثناء المحاكمة نقطة مهمة جدا كان الإخوة سعوا فيها وكان اللواء فؤاد علام وهو حي الآن موجود يعني حي يرزق قاعدوا مع بعض وتكلموا قالوا إحنا عايزين من النظام أنه يسمح لنا بالدعوة ولن نلجأ إلى العمل العسكري أو عمل العنف بس مش عايزين غير العمل يسمح لنا بالدعوة زينا زي أي حزب تبنى وجهة النظر دي الشيخ كرم زهدي والتقى ب كان هو فؤاد علام كان ساعتها أظن كان مدير جهاز أمن الدولة التقى بيه عدة مرات ولكن الموضوع بقى بالفشل يعني صار فيه مفاوضات بين الطرفين أي وزهب خدوا الشيخ كرم فترة طويلة قاعد كام يوم عندهم هناك بيتكلم معاهم بيعرض بيقول خلاص إحنا الجماعة مترابطة على قلب رجل واحد وأنا أضمن أن ما فيش حد يلجأ للعمل العسكري بس افتحوا أبواب الدعوة للناس ده إيه الخلاصة بتاع الموضوع طب إنتوا عايزين إيه؟ أهل مش عايزين أي حاجة غير كده بس قد الناس طلبة تفتحوا لهم أبواب الدعوة واسبوهم والأمور ما تتحصل فضلوا فترة طويلة وبعد كده فؤاد علام قالوا الموضوع مش بإيدي مقدرش أنا أترفض طبعا ورجع الشيخ كرم دي أول محاولة كانت سنة 84 أول محاولة تحصل تظهر الوجه الحقيقي للجماعة في أنها مش عايزة أساسا تلجأ لأعمال عنف لأ عايزة بس يتفتح لها بس مجال الدعوة والله هذه كانت فرصة ذهبية لو النظام استغلها نعم ده وأنا هقول لحضرتك ده موضوع كبير بعد كده حصل بس دي أثناء المحاكمة دي أول كانت خطوة أثناء المحاكمة انتهت المحاكمة زي ما بقول لحضرتك وقعدنا بقى في السجن قلنا السجن بقى يعني ما لم تشغله نفسه بالحق شغلته بالباطل فالناس قعدت كل واحد على حسب ميوله ويدرس ويقرأ والناس تخصصت في كل تقريبا العلوم الدنيوية من دينية ودنيوية عموما سياسة واقتصاد وشرع وعسكري وكل حاجة طبعا أنت تسجنت وما كملتش تعليمك لا أنا كنت في سنة أولى آه في سنة أولى فهل كان في فرصة متاحة في السجن أنك تكمل؟ أيو أكملت أكملت تعليمك في داخل السجن آه نعم وأكتير وكانت أغلبنا في الفترة دي كان بيروح يمتحن وخلص ناس خلصت كلياتها كانت لسه ما خلصتش خلصوا كلياتهم وناس حضروا دكتوراه وماجستيرات وكلام زي كده وكملوا يعني كان متاح في الفترات العادية في السبع سنين كانت الأمور أهدى بكتير من بعد فترة التسعينات التسعينات كانت مجازر السجون كانت مجازر لكن دي كانت الفترات كانت فيها الغالب فيها الهدوء بعيد عن التحقيق يبدأ من ال81 لل88 تقريبا آه نعم بالضبط أنا خركت في 88 88 كانت الانتفاضة الفلسطينية قد بدأت كان بدأت 86 أظن لا هي انطلقت في ديسمبر 87 87 كنا موجودين ساعتها في استقبال ترى نعم انت طلعت و هي لسه كانت تادية فأول 87 لا في ديسمبر 87 ديسمبر انطلقت الانتفاضة الفلسطينية يوم 8 ديسمبر 1987 نعم فانتو طلعتوا في الثمانية وتمانين فبتكون طلعنا سنة كانت بقيلها شهور يمكن بادية طلعنا احنا في عشرة ثمانية وتمانين اول ناس طلعت في شهر عشرة ثمانية وتمانين وفي اكتوبر كان مقالها سنة تقريبا نعم زي ما قلت الحضرات كانت الناس شيخ عمر عبد الرحمن من الناس اللي طلعوا في هذه الفترة نعم خد براء انا بعدين شفته في امريكا بعدها بفترة بسيطة شفته في امريكا نعم بس هسألك عما تعرفه عنه فيما بعد تمام تمام معاك ان شاء الله يبقى هو اتحكم سبع سنوات وطلع لا لا هو خد براءة يبقى ثلاث سنوات هو بس اه خد قضى ثلاث سنوات في المحاكمة أثناء المحاكمة خد براءة واعتذر له يعني طلع في الاربعة وتمانين هو اه طلع في الاربعة وتمانين ايوه وقعد في البلد فترة وبعد كده خرج بعدين ده لما خرج بقى انا كنت طلعت في ثمانية وتمانية انت لما طلعت من السجن كان هو طالع ورايح امريكا قعدت معاه شوية فترة وبعد كده كانت هو برضو اللي حصل مع الدكتور عمر كان سبب من اسباب التصعيب بين وبين النظام برضو هنوصل لها ان شاء الله يعني يعني انا قابلته في نيويورك في 92 تقريبا نعم هو راح على السودان والسعودية وبعد كده راح على امريكا وقعد فترة لغاية ما لف قتله القضية للسجن بها رحمه الله جينا في سنة ستة وتمانين تقريبا او في سبعة وتمانين سبعة وتمانين بعد قضية ابو باشر نفس الكلام عرضوا الشيخ كرم زهدي على امن الدولة تاني من جديد قال احنا الشيخ كرم كان لسه مسجون معاكو اه قعد مسجون لغاية الفين واثنين بقى او حكم اطول من حكمك خمسة وعشرين سنة اه قعد خمسة وعشرين سنة خرج على تلاتة وعشرين سنة اربعة وعشرين سنة حاجة زي كده المهم راح برضو عرض عليهم تاني وطبعا الشيخ كرم مش بيعمل حاجة زي كده من دماغ وده اتفاق المجموعة كلها يعني كان بيجي تفاوض معهم مين اللي تدخل بقى في المفاوضات دي والوساطة دي الشيخ محمد متولي شعراوي رحمه الله وكان متبني القضية وجيل الاخوة وزارهم في السجن وقال انا يكفيني عمل ان اكون سبب في خروج هؤلاء من السجن يا سلام اه يعني احنا للأسف الشديد لم يعرف عنا غير ان احنا بس الناس بتقول علينا ارهابيين ومتطرفين واعمال عنف وكلام زي كده لكن لم يتكلم احد كلام مباشر ومنقشة مباشرة واحنا الحمد لله لما بنقول عملنا بنقول عملنا من غير اي يعني مواربة ولا تورية ولا اي شيء لما هنعمل بنقول هنعمل لما نقول عملنا بنقول عملنا لما نقول خلاص احنا وجهة نظرنا ان اللي احنا عملنا ده خطأ ودللنا عليه شرعا خطأ عشان كذا وكذا وكذا يبقى احنا ان شاء الله بنبقى صادقين في مواقفنا ووضعين المهم الشيخ محمد مطل الشعراوي رحمه الله تدخل في موضوع التقم حسن مبارك خلينا نرجع لهذه القصة لكن بعد فاصل قصير ان شاء الله اشتركوا في القناة نرجع الى مبادرة الشيخ محمد مطل الشعراوي رحمه الله قلت لي بانه تواصل مع الرئيس مبارك كان متحمسا للفكرة نعم ماذا حصل؟ كان الشيخ محمد مطل الشعراوي وأظن يعني الزاكرة برضو يعني لا بأس أظن كان الشيخ الغزالي أو الشيخ صلاحة واسمعيل كان مع الشيخ الشعراوي لكن الشيخ الشعراوي جزر الاخوة في السجن وقعد معاهم وسمع منهم كلام مباشر وجه ساعتها مصطفى الفئي اللي كان مستشر السياسي بتاع حسن مبارك هذا في عام سبعة وثمانين نعم في سبعة وثمانين جه واتكلموا في الموضوع ده كتير وراحوا جمل المهم في الآخر حصلت يعني الشيخ مطل الشعراوي كان اللي بتواصل معه والد الدكتور ضرق الزمر الله يرحمه والحج عبد الموجود الزمر كان هو حلقة الوصل بين الناس الاخوة في السجن جوه وبين برا المشايخ فالشيخ مطلش علىه وقال له أنا أظن يعني أن الموضوع مش مش هيمشي لكن هحاول على قد ما أقدر لغاية ما أكمل يعني فيه يعني أعمل اللي علي أمام الله سبحانه وتعالى هدية طبعا الأمور كأنهم يعني بي يعني بيوقفوه بشكل إيه هادئ يعني مش يترفض لا خلاص روح يعني خلاص لا مرفوض الكلام ده هو قال أنا أضمن قال أنا أضمن الشباب دول أنهم لو خرجوا لن يلجأوا إلى أي عنف ده وأي ضمانات هم يعني يعني ممكن يقوموا بها بعملها لأنهم الأصل عندهم أنهم ما كانوش عايزين يلجأوا إلى هذه الأعمال الأساسية حصل بقى موضوع بقدر الله سبحانه وتعالى في الوقت ده أن في بعض الإخوة من إخوة جماعة الجهاد عملوا محاولة هروب من السجن منجحت هربوا من السجن كان في نفس إحنا كنا موجودين في عمبر واحد اللي هو العمبر اللي هدوا السادات عمبر اللي هدوا السادات زمان أيام الإخوان إحنا افتتحوا عملوا سجن جديد وإحنا رحنا قعدنا فيه رحنا طبعا كانت فيه أفاعي وعقارب وأنواع الأفاعي حاجة اسمها الدفن الصغيرة وعقارب وأفاعي كبيرة أرصي الدكتور عصام دربالة وأنا تقرصت وكان واحد من الإخوة من التعبين اللي كانت موجودة لكن كنا موجودين في المكان ده فيه تلات عنابر إحنا كنا موجودين في التلات عنابر دول إحنا طبعا مصمم بشكل يا دكتور في الصيف يبقى نار نار وفي الشتاء يبقى تلج مقدرناش نتحمل الوضع يعني تعبنا جدا وخبطنا وعملنا ضرابات كتيرة وعملنا إضرابات لغاية ما فتحولنا أبواب للتهوية قليلة كانت الناس بتموت في الوضع يعني في المكان هناك ولما سمحولنا بالفسحة العقارب والتعبين تلقتنا يعني هناك الموم إحنا كنا موجودين في أنا دي أشبه بجهنم ناس الله العفوية المكان دا كنا نحن قاعدين فيه في الفترة دي في عمبر من العنابر دول اللي أنا كنت موجود فيه هرب منه عصام الإمري الله يرحمه خميس مسلم الله يرحمه محمد الأسواني ربنا إيش فيه الثلاثة دول كانوا مع بعض في قوضة واحدة وكانوا مرتبين للهروب الهروب كانت عملية هروب يعني يتعمل لها فيلم حفروا حفروا عملوا أكتر من كده يعني حاجة كانت الناس يعني كانوا نايمين حراسة السجن دي كانت نايمة وما تعرفش إيه اللي حصل احنا في عمبر مقفول العمبر دا زنزين مقفولة الزنزانة عليها ثلاثة أقفال تمام يا دكتور هم هم بقى وفيها فتحة صغيرة كده من الباب اللي هو يدخل منها الأكل جوم هم قبل الفجر بشوية وأنا بقوم عادة كنت أنا بأزن الأزان الأول اللي هو اللي عايز يصوم اللي عايز يقوم الليل اللي هو ما قبل الفجر بقليل قبل الفجر بساعة تقريباً كنا بنأزن لساعتها فأنا سامح حد بقول إيه خلص قبل ما ممدوح يصحى خلص قبل ما ممدوح يصحى في إيه فأنا قوم تطلع كده بصيت الإيد هم كانوا نشروا السياخ الحديد اللي في الباب وفتحوها وفتحوا اللقفال بعتل معاهم من جوه عمل صوت جامد جداً وأنا شفتهم يعني قدامي كانوا قدامهم الأوضة فوش الأوضة أنت شايفهم وهم بيفتحوا الباب آه فتحوا الباب يعني يقول مثلاً دقيقة مثلاً فتح الباب بيقوا بقى دروقات في الطرقة الطرقة دي موجودين فيها اتنين عساكر جوه بيباتوا معانا في نفس المكان رحوا دخلوا على العساكر تطلعوا في الديئة العساكر مش عارفنا يمين ولا إيه ما تعرفش إيه اللي حصل رحوا دخل خدوا مسكو العساكر وقفلوا بققهم ورحوا مدخلينهم مكانهم في الزنزانة فأنا بقول لها صامر الإمار يا الله يا رحم بقول له في الأول خالص بيقول له بقول له أنتوا بتعملوا إيه فرح قال انت عايزنا نخلل في السجن المم رح طلع فعلاً ورحوا ببعتل فتحوا الباب بتاع السجن الباب بتاع العنبر بقي دلوقتي فيه صور للعنبر ده كبير يجي سبعة متر وفيه صور للسجن برا تمام يعني حاجات كتيرة جداً الصور ده محطوط عليه أبراد مراقبة مراقبة العنبر جوه أنا قلت لحضرتك ده عنبر كبير فيه تلات عنابر إحنا محطوطين فيهم الطرق اللي برا دي فيها عساكر من بعد ما تفتح الباب ده والصوراخ بدأ حرى السلاح حرى السلاح صوراخ شديد خلاصي يعني المفروض الدنيا تفوق الدنيا تقوم استنفروا العساكر استنفروا العساكر كلها هم طلعوا وراحوا عند برج من الإبراج بمنتهى السرعة طبع هم كلهم أو الاتنين منهم خميس كان في الصاقة وعصام كان زابط مدرعات مدربين جداً في سوان يطلعوا البرج السبعة متر دول إزاي ما تعرفش مسكوا العسكري أنا سامع كان ورايا البرج ده كان ورايا على طول سامعوا بقول للعسكري سيب البندقية مش عاز أقتلك سيب البندقية مش عاز أقتلك الولد مسك البندقية طبعاً هيسيبها إزاي يعني فهو ما ضربوش ولا طلقة راحوا ايه وقع الولد يعني الولد ضربوا في رجله فوقع من ايه من فوق على الغتما وقع تحت يعني المهم راحوا طلعوا بقى على الباب الباب مقفول كلمة سر الليل مسكوا العسكري قالوا له ايه هي كلمة سر الليل قولي يا لها كلمة سر الليل راح قال له الباب ما بيتفتحش أبداً لو حتى حاول ان هو يضربوا بالمدفعية مش هيتفتح إلا لازم يتفتح بالباب فيتفتحوا الباب ازاي لازم كلمة سر الليل قالوا هون كلمة سر الليل راح فتحوله فتحوله هم مش دريانين إيش الطوشة طلعوا هربوا المفروض أن فيه دوائر أمنية حوالين السجن كام دايرة يعني المنطقة بتاعت السجن دي في منطقة اسمها تورا جنبها منطقة المعاد اللي هي تعتبر من أرقى الأحياء اللي فيها السفارات وفيها وفيها الدبلوماسيين ففيها عليها حراسة المهم كل ده يعني كانوا هربوا وفعلا مشوا فعلا طب هده إيش نعكس عليكم وإنتوا هربهم إيش عملوا لكم جنبها وإنا اللي كنت في الوش جننهم طبعا جنبها خدوهم قفلوا السجن طبعا قفلة شديدة ليش أنت كنت في الوش هم عرفوا أنه أنت كنت شايف الحدث ما أنا قدت قدام قدتهم هم دخلوا إنت شفت الموضوع قلت رؤوا قدامي هربهم تعال بقى عايزينك بقى خدوني بقى كان زباط أمن الدولة موجدين طب أنت مالك هم هرب أنا بقى كنت صغير بقى ولسنة طويل الزوض بيقول لي إزاي هربوا قلت له أنتو نوموكم على بطنكم كلكم بحرصاتكم دي كلها وجايت وقل لنا إزاي هربوا طبعا خدت يعني زبطوني ساعتها طبعا الله أنت ورجعت تاني خدوا بقى كل الناس حققوا معهم في الموجودة إنت شفت إيه إنت شفت إيه كلام خيبان يعني وعبيت إزاي يعني وإنت حرصاتك دي كلها هم المسؤولية تقع على الحرص مش عليكم طبعا طبعا هذول اللي هربوا إيه صار لهم هربوا فعلا هربوا فعلا طلعوا برة خالص وقعدوا فترة هربانين يعني كانوا عشرين يوم تقريبا وبعدين تعرف مكانهم تعرف مكانهم طبعا طريق التحريات يعني لا أتذكر إزاي يعني تعرف مسكوهم حصل اشتباك لا اتنين قتلوا عصام الإماري ما سلمش نفسه خالص يعني كان معه سلاح وقاتل لغاية ما قتل وكذلك خميس مسلم لكن اتمسك محمد الأسواني بقى ورجعوه السجن تاني قعد في السجن إحنا تقفل علينا ده كلام ده كان يوم سبعتاشر سبعة يوم السجين العالمي أنا فاكر التاريخ ده سبعة وثمانين وثمانية وثمانين تمانية وثمانين تمانية وثمانين يعني قبل ما تخرجوا بشهور قليلة بثلاث شهور بثلاث شهور بالظبط طبعا في الثلاث شهور دول بقى احنا عملوا فينا إيه عوضوا السبع سنوات عوضوا كام سنة خدوا كل حاجة طبعا عدنا الثلاث شهور على الأرض يكاد يكون مفيش أكل خالص خالص أعقاب جماعي أعقاب طبعا جماعي لكل الناس لغاية ما خرجنا وإحنا بالحال ده وإحنا خرجين من السجن بيخرجونا واحد واحد يعني كان فيه بس حاجة من حاجات شخصية بالنسبة لي أنا قبل قبل القفلة دي فأثناء برضو في 88 في أول 88 كنت عايزة أتزوج يعني كان أحد الإخوة أنا وبعض الإخوة قلنا خلاص إحنا خلاص هنطلع فعايزين نتزوج فأنت عاوز تخطب وأنت في السجن أخطب وأنا في السجن فأحد الإخوة اللي هم العزين علي وأقرب بالناس لي قال لي أنا أجوزك زوجك وأختي الإخوة كلمه الشيخ كرم يعني وكان الشيخ فؤاد كلامه قال له إحنا عايزين نزوج فلانا الممضوح وإحنا الصداقة اللي بينه وبينه شديدة جدا فأهل أنا أجوزك بس أهلها ممكن ما يوفقوش أهلها كانوا من عائلة عبد الحكيم عامر يعني هو شقيقها مسجول معاكو آه معنا السجني الهم قالوا خلاص وفقوا وتكلموا مع أهلهم وكانوا أهلها مش موافقين خالص زي ما بقول لحضرتك عائلتها من عائلة عبد الحكيم عامر وناس مجلس الشعب ومش عارفين وهم خايفين من ودول بقى بتوع الجهاد وبتوع الكلام فكانوا خايفين الهم الحمد لله الناس وفقوا يعني أهلها وفقوا آه وفقوا فهي جات عشان أشوفها جات هي وخالتها أختها هم أنا قلت من غير ما شوفها أنا خلاص أنا هتزوجها أنا كفاية أنها أخت فلان وأهل فلان يعني مع بعض يعني نعرف بعض كويس جدا عشرة عمر ومواقف بيننا وبين بعض يعني أكتر من الأشقاء يعني يعني الواحد يفدي أخوه بروحه وهو يعني بمنتهى البساطة يعني ويسعد بحاجة زي كده بس هي يمكن عاوزة تشوفك نحقها يعني نعم فالمهم هو موقف ظريف يعني حصل وفعلا تزوجتها فيما بعد آه طبعا المهمة هي بقى إيه جات عشان أشوفها فجات مع خالتها واختها الكبيرة هي كانت في آخر سنة في لصانس أدام قسم دراسات إسلامية في جامعة الملك فيصل تقريبا في أسيو فجات فأنا قالوا لي بيصروا علي أن أنا لازم أروح أشوفها قلت لهم أنا مش عايز أشوفها أنا خلاص موافع لازم تروح تشوفها المهمة رحت شوفتها فأنا مكسوف جدا بقى يعني الواحد كان في الأول يعني أنه يبص نحية امرأة ولا بتاعد حاجة يعني ومكسوف ومشي دخلت بسرعة بصيت عيني كده ولا بحت بعيني وروحت إيه ماشي فالمهم بيقولوا لي إيه رأي وقلت لهم خلاص موافع تمام يعني فبيسألني الشيخ فقهد بيقول لي أنت أنا واحدة يا مضوحة اللي شوفتها قلت له اللي هي واحدة في الأول كده قال الله يهديك دي خالتها قلت له خالتها قلت له أنا خلاص موافع على كده قال لا إيه رجع لازم لازم تشوفها تاني المهمة وفقت على التانية طلعت الخطائل كبيرة قلت والله ما هشوف تاني أنا موافع على كده هذا أنت ما بتكونش ما بتنظرش خالص مكسوف بقى جدا لكن طبعا شرعا أنه لازم يبص ويشوف وكلام ذاك لكن فترة فترة السجن بتخلي الواحد بقى فيه تصرفات يعني مش الطبيعية بتاعت الواحد العادي اللي موجود طب تزوجتها بعد الإفراج عندك بكام على طول شهر 15 على طول رحنا كتبنا الكتاب بعد كام يوم بعد ما خرجت أنا خرجت يوم 26 بعد ثقريبا أسبوعين رحنا عقدنا وبعد كده في في كتوبر شهر ديسمبر تزوجنا على كده هذا ينقلنا إلى فترة ما بعد السجن خرج بقى إيش عملت أنت يعني في حياتك مثلا أنت دخلت وأنت طالب وخرجت وأنت تحمل شهادة نعم طب عملت إيه طبعا شعور الواحد بعد خروجه من السجن بعد السبع سنين وخاصة أن الفترة الأخيرة كان الدنيا مقفولة علينا خالص ما كان شعور عجيب يعني غريب بالنسبة للواحد إزاي أمشي في الشارع حاس أن أنا لازم لما أمشي في الشارع أمشي مع بتحرك حدي متكلبش في إيد عسكري في إيد زابط وأنا ماشي أنا ماشي الواحد دلوقتي وبعدين بيت أمشي في الشارع أقول إيه طب أنا هشوف ممكن أحود الواحد كده أمشي الواحد أروح أي مكان اتجاه بيت فعلا كده أروح أحود في الشارع ده مالأش حد يكلمني أروح أقول أنا طلعت فعلا لأنا كنت في السجن ما تقدرش تروح يمين ولا شمال طبعا إلا بإحراسة إحراسة معاك بتمشي معاك في أي حركة داخل السجن لازم يبقى معاك حارس سبحان الله نعمة الحرية لا يشعر بيها إلا من فقدها نعم يعني إحنا حياتنا العادية لا نشعر بهذه القيمة الرائعة والله يا دكتور أنا سمعت من الشيخ كرم قوله قول والله لو كتب الله لي أن أكون مسؤول عن قرار لن أقر بسجن حتى لألد أعداء الحركة الإسلامية من اللي إحنا شفناه في السجن السجن ده حاجة غير آدمية وغير بشرية وغير طبيعية معزرة يعني حاجة صعبة جدا 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 لو لا لطف الله سبحانه وتعالى بالناس اللي موجودة وبما يحملونه من قضية وبما يحملونه من فاهم أن بكرة وبعدهم تليك ربها تصل إليه ستحاسب على هذا إنما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب ونتذكر سيدنا يوسف كيف صبر في السجن والإمام ابن تيمية والإمام السرخاسي ومين من الأئمة الكبار اللي دخل في السجن وقعد فترات ويلة دي الحاجات وأنا قاعد بحفظ قرآن وعارف إن فيه عداد بيحسبلي إن شاء الله وأنا صابر لكن غير كده الناس بتجن الناس بتجن إحنا فيه ناس معانا جننت في الثلاث سنين ده كاترة في الجامعة كان معانا دكتور في الجامعة رجل مدرس مدرس حديث في جامعة الأزهر بس الرجل منهوش دعو بأي حاجة خالص عادي جدا دخل دخلوا السجن مش شبهة يعني آه آه رجل ملتحي بس منهوش أي دعو بأي عمل تنظيمي مطلقا ودكتور في الجامعة قيمة يعني علمية كبيرة موجودة الرجل الجن في السجن وكان معذرة يعني كان بيتبول وتبرز على نفسه آه حول الله كان جنبي في المستشفى ذهب عقله وانا فضل طبطب عليه وقول له يا دكتور الدنيا دي كلها تروح الدنيا دي كلها فانية لم يحتمل لم يحتمل في ناس كان بتطع ايديها اللي مش جايين ناس بتدخل معاك مش شراينة آه ما لهاش علاقة بيك يعني بروح يقطع شريانه مش قادر يتحمل واحد يعمل اضراب لغاية ما عايز يموت غاية ما يموت يعني وهم مش قادر يتحمل ففي حاجات كتير فلطف ربنا بينا ان ربنا هون علينا فترة السجن دي لان احنا كان الواحد ربنا ادخل في قلبه ان انت اصبر عشان ليك ان شاء الله اجر يوم القيامة ان شاء الله لن يضيع فده اللي هون علينا السجن فالوهم بعد ما الواحد خرج زي ما بقول لحضرتك المشاعر دي موجودة يعني يعني محافظة الفيوم كان والدي زي ما قلت الحضرتك كان مدير الإصلاح الزراعي فالقاهم سايبين الباب مفتوح اولهم انتو بتناهم سايبين الباب مفتوح طب هنقفلوا ليه زي ما بقول لحضرتك كده مشاعر طب احنا هننام امتى طب انتو بتسبوا النور بتسبوا النور مولعة ولا بتطفوه طب التعيين هيجي امتى التعيين اللي هو الغدى الاكل ولا الشرب الفطار الغدى ولا العشب طبعا يعني ده حصل مع كل الناس فترات طويلة مش فترات صغيرة متعودين ننام على الارض لما جاي نام على السرير معرفتش نام فترة طويلة مش عارفت اقلم على نومي على السرير حتى بعد ما تزوجت بعد ما وقته اعادت مع زوجتي مش عارف انام على السرير تلقاني قاعد نام تحت في الارض فطبعا بيخرج الانسان بياخد فترة طويلة لغاية ما يتأقلم على الوضع اللي موجود فيه كم الفترة ما بين خروجك من هذا السجن وسجنك مرة تانية كم سنة سنتين سنتين بس اعادت فيهم في البيت مع والدي يعني من تقريبا اربع شهور فقط وبعد كده بدأت رحلة الهروب تاني يعني اصبحت ملاحقا نعم طب ايه ايه اللي حصل رجعت الى النشاط هقول لي لحضرتك احنا اتكلمنا معاهم واحنا خارجين وقلنا خدونا طبعا امن الدولة وتكلموا معاهم كلام واضح وصريح ما تلجأوش للعمل المسلح والعمل العسكري واحنا هنسيبكم طيب تمام احنا مش عايزين غير كده ده اللي احنا كنا عايزينه من زمان الحاجات اللي بتانية انتو عربتوا عليهم بالاربعة وتمانين وعربتوا عليهم بالسبعة وتمانين نعم خلاص مفيش اي مشاكل تمام كده مفيش حاجة اسمها انك انت تروح كده ولا تروح كده ولا تتلسم ولا تعمل اقول لي كل صلواتي في المسجد كل تحركاتي في المسجد احارت من البيت للمسجد كل خلاص على كده طلعنا فعلا وحصلت للأسف مشينا كده فترة حصلت احداث مسجد الشهداء ايه احداث مسجد الشهداء لي كانت دكتور عمر عبد الرحمن انا في الفيون في بلد الدكتور عمر عبد الرحمن عاملين له تحديد اقامة محاصر البيت يعني اقامة جبرية اقامة جبرية لكن ممكن ينزل يصلي في المساجد ويدي درس بس في مسجد واحد محدد وهو رايح بتروح معاه قوات الأمن ركب حاجة مشي على رجله يمشي معاه الأمن ويوصله لغاية هناك جف مرة الإخوة راحوا دعوه بتوع أسيوت عشان يعمل مؤتمر هناك في محافظة أسيوت أسيوت كم تبعد عن الأيوم؟ تبعد عين عين وعشرين يعني في حدود تلتومية وشوية كيلو يعني هذا يوم كامل من السفر تلتومية شوية يعني ثلاث ساعات أربع ساعات بالسيارة ثلاث أربع ساعات فالمهم الشيخ راح بمغامرة الشيخ ملاء محاصر زي ما قلنا فرح بمغامرة يعني تهريبه من المكان من البيت ركب عربية وراح يعني هو مفروض ما يروحش المفروض آه هم عمليه نحصار بس هو هيعمل إيه؟ راح يتكلم في مسجد بس انت حاطت علي الحصار ده ولا السجن ده ولا القيد ده ليه؟ أنا عملت لك إيه؟ أنا مش هعمل غير الدعوة وهو دكتور عمر فعلا لم يتجاوز عمله أي شيء ليه علاقة بأي شيء غير الدعوة فقط كل الكلام التاني ده اتهامات باطلة مئة في المئة ويعني طبعا ده عشرة عمره يعني أنت بعد أن أطلق صراحك لازمته نعم في المسجد كنت أروح المسجد يعني هناك أصلي معي اللقاء أحضر اللقاء راح أسيوت بعدين؟ راح أسيوت طبعا لما راح أسيوت كده الأمن في الفيوم ما كانش يعرف تعامل زي ما قلت لحضرتك تعاملت حركة كده طلع بي شيخ فوجئوا في محافظة أسيوت اللقاء موجود في المسجد بس كان فيه إعلان أن الدكتور عمر هي جدي محاضرة كانوا عارفين يعني أو مفروض يكونوا عارفين عارفين طبعا بيانات في كل حتة أن الدكتور عمر جاي ولما عرفوا الناس لما عارفوا أن الدكتور عمر جاي الدنيا كلها جات يعني عشرات الألاف جات تحضر دكتور عمر فرح الدكتور عمر عمل اللقاء ده لا كانت فيه قبلها قبل اللقاء ده أحداث مسجد الشهداء هو بعد أحداث مسجد الشهداء حصلت الإقامة الجبرية للدكتور عمر وبعدها راح أحداث مسجد الشهداء يعني هو لما طلع من السجن أصلا ما كانش عليه إقامة جبرية نعم كان يتحرك صارت أحداث معينة بعدها وفرضت عليه الإقامة الجبرية آآ آآ حنت كنت حتحكيلي عن أحداث مسجد الشهداء آآ أحداث مسجد الشهداء دي اللي هي بسببها تمت الإقامة الجبرية للدكتور عمر بايب خلينا معناته نترك الموضوع هذا للحلقة القادمة نبدأ فيها بأحداث الشهداء عشان ناخد الأحداث منتسلسلة تمام إن شاء الله اشتركوا في القناة